اهلا بحضراتكم موعدنا الثابت الأحد في التاسعة والنصف مساء وهواء قناة النيلة الثقافية وبرنامجكم حكايات من التراث في هذه الحلقة نتناول مكون اساسي من مكونات ثقافتنا وهويتنا المصرية الاصيلة وهو المكون الافريقي بكل تبعاته مصر تفخر بانها في القلب من افريقيا ايضا وهو مكون ثقافي هام وهي دولة من دول حوض النيل وهي في قلب افريقيا النابض وساهمت في تحرر العديد من الشعوب الافريقية ضد الاستعمار تأثرت واثرت في جيرانها الافريقة قبل ان نتطرق لاي فقرات اود ان اؤكد على ان الفيلسوف افلاطون قد قال ان الشخص الذي يعتبر امي او غير متعلم هو الذي لا يجيد الرقص فالرقص بداية لكل شيء في افريقيا سيكون الرقص والموسيقى في افريقيا موضوعا في الفقرة الثانية مع الناقد الموسيقي الاستاذ تامر يحيى اما تفاصيل الفقرة الاولى اتركها لزميلة نهاد الحدين مساء الخير كل لحظة وحضرتكم بخير وصحة وسعادة حينه زخم وعرص ثقافي فني رياضي بنعيشه والحين كل حداثة مترابطة ومرتبطة ببعض اذا كنا بنتكلم عن كاس الامم الافريقية فمن ايضا التبعات الافريقية انه مصر بترأس طبعا عن اتحاد الافريقي ومضيف على ده عودة مصر مرة اخرى لاحضان القرى السمراء مصير سنة وخمسين دولة افريقية مترابطة بشكل كبير حضرتنا واحدة ثقافتنا واحدة والطراف دايما واحد الرأس الجينات الحياة بنشوف انه دايما احنا كمصريين الجزء الكبير او دمنا افريقي بشكل كبير واحنا نعرضه بنتكلم في حلقتنا الحقيقة هي حالة افريقية بجدارة اما الفقرة الاولى فهتكون عن النوبة ولما انا بتكلم عن النوبة الحقيقة بتكلم عن جسر التواصل وثقافة بين مصر وافريقيا بتكلم عن البلد الحياة بلاد الدهب بتكلم عن بلاد الحضارة السوداء النوبة والنهاردة احنا نتكلم عن النوبة بشكل من ناحية الفن التشكيلي فترات الفن التشكيلي من فترات عياد وبيكار مرم بالفترات الحديثة كيف تم الوحي ما بين الفنان التشكيلي وكيف كانت العمالة التشكيلي مستوحاة من هذه البيئة الغنية بكل التفاصيل حالة تفرح العين تفاصيل فنية كتير جدا وانوان كتير ومتدخلة نشوفها حتى في الحياة والتفاصيل النوبية الصغيرة جدا ان شاء الله ستكون عنوان فقرتنا الولى الحقيقة ان الرقص بالنسبة للافريقي ليس مجرد متعة او فرحة الرقص هو اسلوب للحياة الافريقي يرقص لكي يعبر عن ذاته يرقص لكي يقاوم المستعمر يرقص في حالات الميلاد وفي حالات الخطوبة وفي حالات الزواج ويرقص حتى عند الموت لان الموت بالنسبة للافريقي ووفقا لفلسفته هو استمرارية جديدة وباب جديد للحياة الاخرى الحقيقة ايضا ان المداهب الفنية الكبيرة كالتكعبية والوحشية اخذت من الفن الافريقي الرقص كان بداية الانسان الاول للسيطرة على الطبيعة للصيد في عصر الصيد استطاع الافريقي وكان اول من رقص ليسيطر على الحيوان الذي يرغب في صيده وليعبر عن افراحه ويعبر عن اطراحه ويسيطر على الطبيعة التي لم يكن يفهم اسرارها الغامضة فكانت وسيلته هي الرقص لكي يفهم ولكي يسيطر ولكي يتماهى مع هذه الطبيعة التي تخطف منه احيانا اولاده او تخطف منه حياته نفسها الحقيقة ايضا التي نلحظها في كأس الامم الافريقية ان اللاعبين يرقصون بعد كل هدف هذه الرقصات مستوحى من رقصات لقبائل افريقية فغانا مثلا اللاعب الغاني يرقص بطريقة مختلفة عن اللاعب الكاميروني ورقصة روجي ميلا اصبحت علامة مميزة بعد كأس العالم عام 1990 مثلا وكل دولة افريقية لها رقصة خاصة بعد تسجيل الاهداف نتمنى كل التوفيق لكأس الامم الافريقية ولمصر خاصة التي فازت بالتنظيم الجيد نتمنى ايضا ان تفوز بالكأس او يفوز اي اخ شقيق لدولة افريقية ففي النهاية الرياضة هي رسالة سلام ورسالة تحقق مش بس الحقيقة اللاعبين ولكن الجنهور كمان حقيقة انا شرفت ان انا كنت موجودة في احدى المباريات لا في الحقيقة بنشوف كده عرص فني بنشوف ان كل حد من اشققنا الافرقى بيبقى الحقيقة بيقدم طابلو بيقدم رأس جميل جدا حتى في الاعلانات وفكرة البطولة نفسها فكرة تصميم الميوزيك الخاص بالبطولة او السلوجين الخاص بالبطولة لا في حالة من البهجة في حالة من الروح في حالة من حياءة دفء المشاعر وهو ده حال الافريقي في كل مكان فأي بلد من السبع وفمسين دور اللي بنتكلم عنه واحنا نهارده ان شاء الله هنكون مع حضراتك وحايا بالوقت احنا نتمنى التوفيق اللي منتخبنا مصر واؤغاندا بيدعبوا فيعني نتمنى ان شاء الله التوفيق اللي منتخبنا واحنا نكون مع حضراتك ان شاء الله هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنبدأوا لفكرة نعم